يا اهلا بكم حبيبنا طلاب الصف الرابع الابتدائي النهاردة هنبدأ في الترم التاني بيونت 7 ودي اول وحدة معانا في الترم التاني بعنوان This is where I live يعني هذا هو المكان حيثما اعيش طبعا بيتكلم عن البيئات المختلفة وهنتعرف فيها على مختلف البيئات واشكالها وانواحها وازاي الناس بتتأقلم فيها ودرجات الحرارة المختلفة هنبدأ بيونت لسن 1 الدرس الاول ويتكلم فيه عن ذا نايل طبعا دا نايل يعني ناهر النيل عنوان بتاع الدرس لسن 1 ذا نايل في بعض الكلمات المهمة اللي احنا بنستخدمها في الدرس بيقول لي لسن point and say يعني اسمع شاور على الكلمة وقول المعنى وقولها اول حاجة عندي كلمة city 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 يعني مدينة building 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 يعني مبنى river river يعني نهر forest forest يعني غابة بعد كده desert 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 سحراء فاضل معايا برضو بعض الكلمات زي كلمة village 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 قرية oasis 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 يعني واحة وهي مكان في الصحراء بيكون في بعض المياه والخضرة mountain 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 يعني جبل mountain يعني جبل ده بالنسبة للكلمات بعد كده هناخد الكلمات الاضافية على الدرس اللي بنستخدمها extra vocabulary كلمات اضافية اول حاجة عندي كلمة quiz quiz يعني اختبار life 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 يعني حياة the widest the widest the widest the widest the widest the widest يعني الاوسع هذا اللي هي العرض kilometer kilometer كيلومتر 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 وهي وحدة قياس moon 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 قمر sure sure يريت نرد معي عشان يعني نتأكد ان احنا بننطق كويس branch 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 يعني فرع زي ما هنشوف في نهر النيل متقسم الى two branches nile 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 هو نهر النيل وناخد بالنا ان ال n بتاعته capital لان ده شيء مميز the shortest the shortest the shortest يعني الاقصر both 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 يعني كلا من او كلهما center 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 يعني مركز شيء يعني زي ما نقول مركز الارض او مركز شيء يعني وسط من الداخل australia 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 kyro tower kyro tower kyro tower برج القاهرة ribytile ribytile يعني زواحف interesting interesting شيء او مسير للاهتمام the longest the longest الاطول طبعا كل الكلمات اللي ادامها ال a d j معناها adjectives يعني دي صفات amazon 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 هو نهر الامازون earth earth طبعا ال t h بتاع من صوت الث earth may be may be احتمال او ربما clearly clearly بعناها بوضوح هناخد بلنا انه دايما بيجيب لي حاجة اسمها conjugation of verbs يعني تصليف الافعال واحنا عارفين ان الافعال نوعين ياما فعل regular منتظم ياما irregular يعني غير منتظم travel travel المنتظم بتاعه traveled guess guessed checked checked sound sounded decide decided ماليش داعه بالصوت اللي بانطقه لكن هو موجود في ال a و d وده منتظم بعض الافعال غير المنتظمة ودي طبعا لازم تتحفظ كويس ياولاد ولازم نتأكد ان احنا حافظينا bring brought bring brought o u g h كده بتتقال o brought think thought no no على وزن بلو choose 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 بعض التعبارات الهمة expression and phrases of course of course معناها طبعا او بالتأكيد in the world في العالم لما بعمل مقارنة بين حاجة يعني مثلا النهر النيل هو النهر الاطول in the world في العالم the wall of egypt the wall of egypt في جميع انحاء مصر that's like that's like معناها هذا يبدو مثلا بكمل come on بيثقال come on يعني هيا last one last one يعني الاخير vocabulary check يعني شوف الكلمات اللي انت عايز تفهمها اول حاجة بيقول لي في بعض الكلمات لما نجي نجمحها بيتغير شكلها بشكل كبير some word is fully changed in the plural form بتتغير شكلها في الشكل الك and don't follow the rules ولا تتبع القواعد اللي هي القواعد اللي احنا زي ما احنا عارفينها بنضيف مثلا حرف زي حرف الاس oasis 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 ده المفرد oasis اللي جامع بتاعها oasis يعني واحد اسماء البلاد والانهار المحددة هي اسماء عالم يعني مميزة لذلك نكتبها باول حرف capital حروف كبيرة زي ايجيبت استريليا نايل امازون كايرو تاور طبعا كلمة كايرو تاور وهو برج القاهرة اسم عالم مركب من كلمتين كايرو وتاور فبكتب C capital و T بتاع تاور برضو capital letter طب تمام كده ده اللي هو كان الجزء ده هننزل على الجزء اللي بعده هنمشي بالترتيب عندي هنا بيقول لي في الريدنج listen read and rule play يعني اسمعوا وبدل الادوار وحاول تعمل محدثة زي اللي انت شايفها بنفس الادوار بتاعتها هنا بتقول له سارا and دينا سارا او سيرا اثنين نطقهم صح let's do this quiz يلا بينا نعمل الكوز يعني اختبار سريع فهنا دينا بتقول لها what is it about يعني عن ايه what is it about بتقول لها the nile عن نهر النيل اوكي فبتقول لها دينا that sounds يعني هذا يبدو very interesting هذا يبدو interesting يعني مسير جدا سارا بتقول لها of course بالتأكيد او بالطبع the nile brings life يعني النيل بيقلب الحياة to the wall of egypt الى جميع انحاء مصر no river nile no egypt كلمة no river nile معناها لو مفيش النيل هتبقى مفيش egypt come on يعني يلا بينا او هيا بينا let's try هيا نقرب او نحاول question one question one سؤال الاول which sentence is true اي سؤال هو صح is the nile the shortest the longest or the widest river in the world عندنا كلمة shortest longest widest يعني هل النهر هو shortest الاقصر longest الاطول or the widest ولا الاوسع يعني الاعرض in the world فبتفكر دينا بتقول لها I don't know I guess انا بخمن او اعتقد it's the longest it's the longest what do you think انت اي رأيك ماذا تعتقدين يارا بتقول ايه sorry بتقول yeah I know both the amazon and the nile are very very long انا بعرف اني نهر الامازون ونهر النيل very very long يعني شكل طوال جدا جدا let's choose P يلا نختار P next question السؤال التاني the nile is six thousand sixty six hundred and seventy كيلومتر يعني ستلاف ستمية وسبعين كيلومتر long طول والطول اللي بنقيسه على الارض بيكون اسمه long is it like هذا مثله traveling to the center of the earth هذا يشبه السفر الى the center of the earth يعني is center of the earth يعني مركز الارض traveling to the moon او السفر الى المون الارض or traveling to australia او السفر الى australia maybe ربما traveling to the center of the earth ممكن يكون مثل السفر الى مركز الارض بتستكمل هنا في الصفحة التانية سارة بترد عليها بتقول لها hmm i'm not sure i'm not sure يعني انا مش متأكدة that sound like a good guess هذا يبدو تخمينه جيد number three we need to look at the picture احنا محتاجين نبص على الصورة and decide ونقرر which river is the Nile اي نهر بيكون نهر النيل i think it's sea يعني الصورة اللي هي موجودة في letter c فهنا السارة بتقول لها why بتقول لها بكل بساطة لانها شايفها اسمه ايه cairo tower برج ايه من قاهرة ان سي في صورة c you can see تقدر تشوفي the cairo tower so it's clearly in egypt انه من المؤكد او من الواضح انه احنا فين in egypt في مصر اوك يعني حسنا last one اخر سؤال how many branches how many كم عدد branches does the nile have in egypt يعني اني اللي كم فرع في مصر بتقول لها i am going to say three انا هقول ثلاثة that sounds like good number ده شكله رقم جيد check your phone او انت تحققي من التليفون بتاعك بتقول لها ايه ok there are two branches there are two branches يعني هناك فقط فرعين لنهر ايه انين ده بالنسبة للمحادثة طب ايه عندنا في language notice اهم الملاحظات اللي بناخدها من الدارس عندي كلمة let's عشان اعمل بها اقتراح يكون بعدها ال infinitive وهو مصدر الفعل قلنا المصدر يعني الفعل من غير اضافة اول حاجة مديني مثال let's do هو المصدر this quiz يلا نعمل او نقوم بهذه الاختبار السريع asking about opinions السؤال عن ال opinion يعني الرأي هستخدم الصيغة دي what do or what does حسب الفعل ومدين بقول think زي مثلا i guess the nail is the longest انا بخمن او باعتقد ان النايل هو الاطول وانت ايه رأيك what do you think طبعا هنا دو عشان يو what do you think لكن لو هي او شي كنا قلنا what does he او what does she yeah i know expression similarity التعبير عن التشابه يعني حاجة تشبه شيء هنستخدم كلمة that's like that's like the nail is about النيل تقريبا ومدين الرقم بتاعه كيلوميترز لونج طوله 6,670 كيلوميترز لونج that's like يعني الرقم ده مثل ايه او شبه ايه traveling to the center of the earth يعني ده مثله مثل السفر الى مركز الارض التعبير عن عدم التأكيد يعني انا حاجة مش متأكد بقول ايه بقول ربما او احتمال استخدم كلمة maybe او not sure لست متأكدا may be traveling to the center of the earth ممكن يكون مثل السفر الى مركز الارض i am not sure لست متأكد that sounds like a good guess هذا يبدو تخمينا جيدا اخر حاجة معانا superlative adjectives superlative adjectives صفات التفضيل العليا يعني الاطول الاضخم الاكبر and cetera وهكذا هنقول the ونحط الصفة ونضف لها est وبتنططق est for example long هتبقى the longest short the shortest tall the tallest wide the widest مثال the Nile is the longest river in the world طبعا هنسأل عن طول شيء how long وقلنا how long هو الطول الافقي اللي انا ببص عليه قدامي بعناي كده مش ببص الفوق how long is the Nile it is ممكن اقول it is about لو انا مش متأكد من الرقم او it is كيلوميترز long يبلغ 6670 كيلوميترز long يعني طول لغاية هنا اتمنى الدرس يكون سهل وبسيط لو لسه جديد اشترك معنا في القناة فعل زر الجرس عشان تستمتع معنا بالفيديوهات القادمة وتحل معنا التدريبات على الفيديوهات القادمة اول باول اشوفكم على خير كان معكم مستر محمد عثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته